سلام موسى 1888-1958 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات سلام موسى 1888-1958 ميلادي ولد سلام موسى في الزقازير لأب موظف الحطوم رقيق الحال ومات عنه أبوه ولم يتمل السنتين فنشأ يتيما وتعلم القراءة والكتابة في تتتيب ومدارس الزقازير وفي سنة 1903 ميلادي حصل على الشهادة الابتدائية فانتقل إلى القائرة حيث التحق بالمدرسة الخديوية وفي سنة 1907 ميلادي حصل على شهادة البطالوريا وكان سلام موسى شابا من طراز خاص كل همه أن يقرأ ويقرأ وعندما كان في التاسع عشر طرر أن يسافر إلى أوروبا وليتعرف على العالم الجديد فسافر إلى باريس بلد الحضارة والحرية حيث أعجب بتحرر المرأة هناك وعاد إلى مصر ولبث فيها فترة ثم سافر إلى إنجليترا وقضى أربع سنوات في لندن يدرس القانون وغاص في أعمق المجتمع الإنجليزي والتحق بالجمعية الفابية التي تنشر المبادل الاشتراكية بعيدا عن العنف والدماء وتتلمذ على فيلسوفيا بين ناتشو واعتنق مذهب النباتيين ولكن صحته تدهورت فعدل عنها وفي سنة 1913 ميلادي عاد إلى مصر ودع إلى الاشتراكية وألف عنها كتابا بيّن فيه مساوئ المجتمع الرسمالي وما يعانيه العمال من ظلم وفر ودع إلى تجديد شباب الأدب العربي ووقف في وجه طاح السين والعقاد واتهمهما بالجمود وعدم القدر على القيام بالتجديد المطلوب وفي سنة 1931 ميلادي توان جمعية المصري للمصري وهدفها مطاطعة البضايا الإنجليزية وتشجيع المصنوعات المصرية وفي سنة 1946 ميلادي دع إلى قيام الجمهورية ولم تسكت الحكومة على أفطاره الجريئة فحكمت عليه بالسجن وفي سنة 1947 ميلادي دع إلى تاميم قناة السويس حيث إنها تقع في أرض مصرية أهم مؤلفاته دراسات سيطولوجية هؤلاء علموني الصحافة حرفة والسياسة الأدب للشعب المرأة ليست لعبة الرجل مصر أصل الحضارة أحلام الفلاسفة الحب في التاريخ ضبط التناسل أهل إنسان قيمة التطور اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد